النار ده احنا منتكلم عن الجواز ونخش بكل الطرق بعد الجواز طب نبتدي بقى الاول مع حضرتك تقولينا الفيلم او الحاجة اللي حصلت او احكينا الحكاية بقى عشان يبقى المشاهد برضو عارف ايه اللي بيحصل وما يبدحكش عليه بسهولة انا وزميلي قررنا نعمل تحقيق استقصائي عن مكاتب التزويج عامة عن طريق النت او عن طريق اللي هو المكاتب العادية المفتحة قسمنا نفسينا على كذا حاجة مثلا اسكندرية قلنا نشوف كذا مكتب تزويج فيها وفي القاهرة وانا مثلا شفت المكاتب المواقع عن طريق النت اللي هي بتبقى عن فيسبوك على جوجل والحاجات دي كلها اجمع شريك حياتك مع مش عارف ايه بالضبط ده فاحنا رحنا وكل واحدة فينا وراحت شافت مكتب اللي في اسكندرية كان مكتب عادي جدا والناس بيروحوا ويقدموا طلب كان مكتب فعال فعلا متاع الجواز وبيجوز ده ما كانش فيه اي حاجة هو كان ده الايجابي اه زي ما فيه الايجابي طبعا فيه استلبي احنا انا رحت برضه وقابلت عريس كاني ان انا عايز اتجوز وان انا ودفعت الاستمارة برضه وكان قالوا لي مثلا انا هتدفعي متين جنيه وتقابلي عريس مرة واثنين وتلاتة في التالتة لو ما عجبكش هتدفعي تاني كان ليه في المكتب؟ لا في مكتب كان مأزون شارعي عادي بس بيجوز الناس يعني استمارة بتاعتك بتبين متين جنيه دي ترات مرات بس زيارة اه تلات مرات بس اه فقابلت العريس تعمل استمارة كمان اه استمارة كمان وبرضه ادفع برضه نفس الفلوس اللي دفعتها واشوف تلات عيسين ولو ما عجبونيش ادفع تاني وكده بس فكنت رحت وكان معي معايدة اسمها ايام المعايدة دي كانت سنة صغير خالص اه انا طبعا رايحة في سكة تانية طبعا عايزة عريس بمستوى معين وكنت طبعا مغيرة شكلي ولبسة حجاب وكنت شكلي مختلف تماما اه فعشان ما يشكش يعني فطبعا شاف البنت سنها صغير فقال لها انا ليكي عندي عريس خليجي ساري عارب اه ومسافر يوم السابت الجاي فانتي لازم تردي علي على طول حلم كل واحدة بالزبط كده فطبعا احنا ما ردناش طبعا جاب له عروسة في فاعلنس انها صغير وجوزها وهو اللي حكى لنا الكلام الله ده كان برضو جزء من الاجزاء الجزء بقى بتاع النت والفيسبوك والكلام ده كله انا لقيت موقع تزويج عادي يعني بغض النظر عن الاسم في حطة ارقام تليفون فاتصلت وقلت له انا واحدة لقيت الارقام دي عن نت وكده فانا كنت حابة ان انا يعني واحدة صاحبتي قالت لكو قالت لي عليكو فانا حابة يعني اه اه يعني اشوف لي عريس وكده حابة ان انا جرب العمل اي عامل ازاي فقال لي ماشي اه انت شكلك ايه ولونك وكلامه تحس ان هو المواصفات اللي هو بياخدها منك عشان يحطفتك لك يعني تحس ان هو يعني غير لكن مش المواصفات التانية اللي هو تقولك قد ايه وزنك قد ايه شكلك لا هو حسيت من كلامه حتى في تعليقاته بعدا مثلا انا اقول له انا صمرة اه شعرك لونه ايه اقول له اسود اه ردوا علي اه ده انت جميلة جدا ده انت مش عارف الكلام اللي هو مش مش ان هو انت محترم يعني في حاجة وراك فطبعا مكالمة والتانية لحد ما طمين لي خالص انت انت تجوزتي قبل كده اقول له اه قل لتجوستي تجوزتي ولا حاجة تانية يعني كلامه بيوحي لي بحاجة مش كويس فانا كنت باخد من ادنه الكلام وامش على المابه فانا قلت له يعني حاجة زي كده طب تجوزتي عارفي ولا شرعي طب تحب تتجوزي عارفي ولا شرعي ولا قلت له لأ ممكن يكون لأ ولا ايه سانية اخدس تجوزي عارفي ولا شرعي ولا ايه ولا دي يعني التالتة دي انا شوف حد تمشو مع بعض اه مظبط كده بس طبعاً ما كانش مبين يعني ما كانش بيقولها صريحة يعني فالكلام كان كله على المتغطي. لحد في مرة كلمني قال لي طيب ما تسيبك من الكلام ده كله ونعمل مع بعض ديل. قلت له ايه هو. قال لي آآ انتي ممكن آآ ادي رقم تليفونك لآآ سارين للناس اللي هما العرب. ده بصاحبي بقى. اه. ممكن يكلموكي مكلمة والتانية. الوقت تشتغلي بالقطعة. بالزبط كده. مساء الله. ده انت دخلتي ملف صعب. الرجل ده موجود? قهوات حبس. الحمد لله. بعد التحديد. كتب كان بقى في ان هو كان بيتكلم في ده. هو على حسب بقى المكلمة مسلاً انا يعني بيقول لي انت وشاطرتي. والله على حسب الدولة. انت وشاطرتي. لا لا. المكلمة. يعني لو مصري فابسع. اعربي فابسع انا طلطت منه مش مصري خالص. خليجي بعد اذنك علشان انا عايزة فلوس. اه صح المصر هيدفع له. مصري احنا يكلمني شكرا. اه فعلا المصري عايزة دفع يعني. مش هيبقى معين زي الخليجي يعني. صبع والله. اه بعد كده اه قال لي انا هبعتلك ارقام تليفون اه ناس من من دول عربية بغض النظر برضو عن الاسم. فقلت له ماشي اوكي انا معاك في الموضوع ده بس تفاهمني ايه اللي الدنيا يعني هتمشي ازاي. راح اقال لي انت وشاطرتك انا معايا رقم حساب في البنك. وانتي على قد ما هو هيتبسط. على قد ما لا اسحاب لك. انا تقول له بس اه اه حول على رصي دي تلات تلاف دولار ده رسوم المكتب بتاعنا. الله. لو لو هناخد الكلام منك يا سيد زينب والروس.